عن هذا الموضوع معي في الستوديو أسامة بوشماخ أستاذ العلومة السياسية بجامعة تيسمسيل صباح الخير سيدي صباح الخير أستاذ شكرا لك على تلبية الدعوة إذن أستاذي نبدأ معك الحديث يعني 147 راغبا في الترشع شفنا تهفت كبير في البداية على نية الخوض غمار الرئاسية رئاسية 12 ديسمبر 2019 147 راغب في الترشع سبعة منهم فقط ملفاتهم ما هو موجود يعني مستوفة الشروط كاملة قرأتك لهذه الصورة يعني 147 سبعة منهم فقط بسم الله الرحمن الرحيم داية أحييك وأحيي المجدعمين الكرام فيما يخص عدد المترشحين أو سبعة واربعين وما تقريبا كلهم هم كثيرين من المترشحين كانوا يعلمون أنه ليس بمقدارهم بلوغ خمسين ألف استمارة ولكن كان فيه أيضا من جهة أخرى كان فيه عدد من الممثلين أو من رؤساء الأحزاب هؤلاء كانوا أيضا مدركون أنهم باستطاعتهم هذه العدد من الاستمارات على كل حال ولكن فيه بعض من القراءات لابد من توضيحها فيما يخص المترشحين أو على الأقل الذين الآن قدموا عدد الاستمار عدد ملفاتهم أو استوفهوا الشروط كاملة لتقديم هذه الملفات النقطة الأولى وهي أن هناك تقريب أربعة أحزاب أو أربعة الذين كانوا ينتمون إلى كانوا يعني شاركوا في نظام بوتفليقة نعم أن هناك كان فيه الثلاثة منهم أربعة منهم أيضا اثنين منهم كانوا على رؤساء الأحزاب وهو فيه عدد مجيد تبون الذي كان رئيس الوزراء فيه أيضا علي بن فليس كان رئيس الوزراء نعم وفيه نقطة أخرى أنهم أربعة كانوا في الاحتبار من أحزاب سياسية أتحدث على عبد العز بالعيد وعبد بن قرينا وأتحدث على أيضا حزب طلاء الحريات علي بن فليس أيضا فيه نقطة أخرى أن التمثيل الجامعي هو فيه ذكاتيرا أتحدث على بن عمان أتحدث على حسيمة بخليلي أتحدث على فيه أيضا نقطة أخرى وهو غياب العنصر النسوي حتى الآن صحيح فيه نقطة أخرى وهو غياب أي منتمد للمؤسسة العسكرية مثلما لم نشهده في السابق هذه كلها عباية عن ملاحظات شعرنا بأن هناك تغيير في 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 التقديم إلى الانتخابات الرئاسية يعني فيه مشهد تغير نوعا ما على ما كنا نشهده سابقا نعم نقطة أخرى أستاذ أستاذ أسامة بشماخ طبعا نتحدث عن الآن عن هذا التهافض كما قلنا 147 سبعة منهم ملفاتهم لحد الآن مستفت الشروط تم إداحة أو سيتم إداحة هناك من نودعها وشوفنا الأمين العام بالنيابة للرن دي عز دين ميبوبي بالأمس اليوم أيضا مقرر بنغرينا يعني قادر بنغرينا حركة البناء أيضا مقرر أنه يقدم الملف انتاعه نتحدث الآن عن التحدي الكبير أمام هؤلاء المترشحين اللي هو إقناع الهيئة الناخبة شفنا أنه الجزائر مرت بحراك يعني 22 فبري ولازال مستمر إلى غاية اليوم سبعة أشهر تقريبا من الحراك لو نتحدثوا عن البرنامج الانتخابي لهؤلاء ربما تصور استباقي للبرنامج الانتخابي هل برأيك سيعمل هؤلاء المترشحين على وضع ربما نقاط كانت مطالب في الحراك الشعبي نادى بها الحراك الشعبي بمختلف في أطيافه الصحة التعليم مواضيع يعني تطرق إليها الحراك الشعبي ماذا عن البرامج في تصورك نعم هو بالنسبة لرؤية رؤيتي متحمقش كثيرا في البرامج ولكن شفت بعض من البرامج للشخصيات يعني تقريبا الآن سنشوف تقريبا سيكون ما يزيدوش على عشرة من عشرة يعني سيترشح الدور الأول سيكون أكثر من عشرة حسب أعتقادي فلمست أن هناك ماذا ما وصلنا إلى تلك المرحلة اللي نشوفه أن هناك عمق كبير في البرامج يعني في التغيير في شكل أو تصور كبير في مستقبل الجزائر ومستقبل الاقتصادي هذا من المستوش وهذا هو الأهم وهذا هو الأهم نعم الكل الآن تقريبا لو كان رح نشوفه مستقبل أعتقد أنه لو كان رح نشوفه مستقبلا فيما يخص الحامات الانتخابية ما رح تخرج على أننا عملنا في مرحلة ضد بوتفليقة وكنا نطالب بهذه الأمور لكسب فقط لكسب العاطفة تع المجتمع ولكن الآن باش يروح يخوضوا في البرامج برامج الحقيقية فيما يخص المجتمع أعتقد أننا ما زلنا موصلناش إلى ذلك النضج من قبل السياسيين أو حتى باش يقدروا يبلوروا أفكارهم ويقدموا برامجهم إلى المجتمع وما ينتظر منهم نعم أنا أعتقد أنه ربما قد يقنع أكثر من بين كما قلت أنت توقعت عشرة هؤلاء المترشحين إن يعني وصلوا حد عشرة إلى غير ذلك ألا ترى أنه من سيفوز بإقناع الهيئة الناخبة هو من كان أكثر ومحتكاكا ربما بالهيئة الناخبة وعنده اطلاع على المشاكل اليومية للمواطن إذا ما قلت أنه كيف ما قلت أنه هناك قطيعة ما بين النظام السابق كنا دائما تحتون فعل فلان يعني تعداد أو حساب الإنجازات اللي قام لا صدق لي هذه أول مرة لا تستطيع أن تتنبأ من سيكون على رأس المرادية هذه نقطة مهمة جدا وتحركت فيه الكثير من الحياة السياسية اللي كانت تراكدة وفيه الآن نشاط كبير جدا حول تقديم المرشح اللي يكون راح يفوز وبتالي فأعتقد أنه الآن لا يستطيع أحد التنبؤ بمن سيكون على المرادية ولكن العمل هو راح يكون في الممكن في فترة في فترة الحامات الانتخابية يعني كيفية ترويج لشخصه هل كان قريب أو غير قريب فيه شخصية مثقفة على مستوى علي جدا فيه أيضا شخصية أخرى الآن تريد تسويق لبرامجها ولكن قلت المشكلة الآن المشكلة ما زلنا لم نستطيع ترويج للبرامج إلى المجتمع حتى يتقبلها خاصة نشوف أن أيضا من الساوش بأن هناك فئة كبيرة جدا من المجتمع هو الآن حاصة نشوفه الآن في الحراك وما رفضين للانتخابات لهذا ما أعتقد أن نسبة المشاركة في الانتخابات هي التي ستكون فاصلة فيما سيلحق إلى القصر الموردية نعم جميل سأعود إليك طبعا يلتحق بي عبر الهاتف من نعم الأستاذ إدريس عطية أستاذ العلوبة السياسية والعلاقات دولبي جامعة تبسة صباح الخير سيدي طبعا نور أهل وسلم حالين أنا أستاذ سيدي جامعة الجزائر ثلاثة نعم جميل إذن الأستاذ إدريس عطية أستاذ العلوبة السياسية بجامعة الجزائر ثلاثة شكرا لك على تلبية الدعوة بداية خليلي فقط نعود نرجع إلى نقطة كنت تحدثت مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ سامة بو شمخ حول تحدثنا عن 147 راغبة في الترشخ سبعة منهم فقط من لحد الآن يدعون ملفاتهم ملفاتهم استوفت الشروط إلى غير ذلك وأعلنوا أن ملفاتهم كاملة إلى غير ذلك كيف تقرأ أنت هذه الصورة شفنا تهافت كما قلنا كبير على مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفي النهاية سبعة لحد الآن سبعة مترشحين فقط من أوضعوا ملفاتهم أو ملفاتهم كاملة نعم بالحال حفظنا في بداية الحراك وعلى مسألة تنظيم ساحب اجتماعات ترشح على ضرورة أن يكون حامل من ساحب اجتماعات ترشح حامل بشهادة جامعية وانا كشخص اخترحت أكثر من مرة على ضرورة أن يدفع يعني من يتركن يترشح ضريبة مالية على العقل ويدفع ثمن الاستمارات التي يقوم بسحبها يعني استمارات بهذا المنكم هو هدر كبير جدا لأموال شعب جزيلي وبكال يدفع هذه الأموال أو يدفع ضريبة معينة وهو شيء ربما يفيد بصالح سلطة تنظيم الانتخابات ربما قد يطرق كثير من المستهترين وكثير من الهوات الذين ربما يأتوا بشكل اتعراضي من السحب السلمارة أو غيرها وإنما هو ربما من يمتلك حقيقة المقاعدة الشعبية ويمتلك انتخاذ حقيقي ويدرك أن هذه الانتخابات سوف تملأ وسوف تصل إلى هذه السلطة يعني من دفع الاستمارات بعد ربما وصولها على نفر تنك أو غيره بإمكان السلطة أن تريد له أموال أو غيرها أو إجراء التوظيم على الأقل في وضع سب حقيقي أمام كل هذه الهوات والراغبين في الطريقة الاستعراضية وهذا الشيء ربما شاهدناه أكثر من المرأة خاصة في انتخابات ربما التي دعاها رئيس أصبق سيد عزيزي وتطريقة وشهدنا الكثير من ربما المهرجين للاعسف بين قمسين الذين ربما كان الشيء ربما يضرب في ضميرنا الجمعي كجزائريين لكن هذه الحالة التي وصل إليها ما يقارد 150 راغب أو من أبدانية ترشع اجتمارات كما ذكرت استحبت بدوتين داوه خسارة الخزيم العمومية الجزائرية بالآلاف استحبت هذه الاجتمارات تم طبعها في مطابع ولكن للأسف لأنه تحدثت أيضا في مرة أخرى أنه احترك جمع 50 ألف انتمارة من خلال 25 ملايين العمر ليس بالبساطة العمر يحتاج إلى قواعد يحتاج إلى إقناع أيضا نعم ولايات مجلدين وهيكلة حقيقية متوازدة على الأقل في أكثر من 25 ملايين لأنه مثل ترشع كذا شخص إلا كرزم كرزمياته كرزمية الخاصة به لا يمكن أن ربما يمتد عبر كامل وطن شخص نزول بالنسبة لأدناء الوطن يتحصل على هذه ربما الاجتماعات لكن للأسفل المشاهد نعم وصلنا إلى نتيجة سبعة من أعلن حقيقة أنهم تتوفوا الاجتماعات وتتجاوزوا النصاب المحدد لهم وطبع بدأنا في العدد التناجلي اليوم الخميس لم يتزال إلا يومين زمعة والسبب وهذا ربما تصور حقيقي للإنتحابات الجديدة التي يمكن أن نفضر ربما لغاية يوم 12-12 وربما مزال يتعلق بالمرافج لإنتحاب حتى الآن يفرز ولا مترشح على قبيعة برمجه ماذا يمكن أن يفرح ما هي الأساسيات ما تطوره بهذه الزمورية الجديدة وهي النقاط يمكن أن ربما يضع في أجندات الانتحابية في مشروعه رئادي للأتفل حتى الآن الأجندة غير واقعة ولا يمكن التضغط شكرا لك الأستاذ إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزيرة شكرا لك على هذه التوضيحات رئيس المدير العام لمجمع الشروق عليه فضيل في ذمة الله طبعا وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم مجمع النهار على رأسه الأستاذ نيس رحماني بتعزيه الخالصة لأسرة الفقيد وأيضا نعم الزملاء في مجمع الشروق إن لله وإن إليه راجعون إذا نواصل للمشاهدين الحديث كنت مع الأستاذ أسامة بوشماخ تحدثنا عن إقناع الهيئة الناخبة وعن البرامج يعني بالتقريب الآن هناك تحدي ربما أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات السلطة الوطنية للانتخابات طبعا المستقلة للانتخابات كانت قد أشارت إلى وجود آلية يعني للحد من التزوير برأيك هل ستنجح ربما هذه الآليات حتى لا نكون استباقيين في الأحكام ولكن كتحليل ربما مبدأي أو تصوري بذا ما نظرنا إلى أن هذه السلطة تأتي في مرحلة خلينا نقول فتية في مرحلة بعد صفحة جديدة يعني أول مرة تتم بهذه الطريقة وبهذه الآليات هل ترى أنه ربما ستنجح السلطة نعم بدوري وقدمت عزية خاصة إلى مجمع الشروق بإثروافات أستاذ علي فضير كما وعزي كل الأسرة الإعلامية لجزائر بوفاته فيما يخص فيما ذكرت الأستاذ رياض أعتقد أن أن يعني احتكاكي بعض بعض الأعضاء المتواجدين على مستوى السلطة وتعيينها على مستوى المحليات وعلى المندبيات الولائية فأعتقد أن لديها استطاعت أو لديها النية في تحقيق أن تكون الانتخابات نزيحة لماذا؟ لأن الأليات المخولة إليها حيدت الإدارة تماما يعني الإدارة أنا وفق ما ما شفته تحيدت الإدارة في التدخل في الشؤون الداخلية بالنسبة لي وهذا هو كان الأمر المقلق بالنسبة لجميع انتخابات التي عاشتها الجزائر نعم هي الإدارة النقطة الثانية أن لديها من الصلاحيات أن لديها من الصلاحيات في مراقبة كل ما يتعلق من الانتخابات موضوع بداية إجراء يعني ليس موضوع بداية إجراء ولكن حتى فيما يخص المراجعة القوائم الانتخابية وكان نحن عن المشكلة كان في آخر هو كان في مراجعة القوائم الانتخابية أنا عفو بل كان هناك ستبليل احتياط حتى الآن حتى الآن أنها استطاعت أن تقدم رغم تجربتها الفاتية استطاعت أن تقدم أنها بإمكانها أن تقوم بمعالج الانتخابات منذ بدايتها حتى تاريخ إعلان النتائج فالآن بالنسبة للصلاحيات عدم تدخل إدارة كل هذه النقاط الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها في عمل السلطة 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 المستقلية مراقبة الانتخابات نعم خليني في سؤال أخير يعني حتى أختبر طبعا لا أشكك في هذا الذكاء الأستاذة لكن أختبر ربما توقعاتك أنت كيف ترى المشهد النهائي ربما للرئاسيات يعني من حيث التنظيم من حيث هل ربما نقدر نقارن نفسنا مثلا بدول جارة نتمنى طبعا أن تكون مجرية هذه الرئاسيات بنفس الطريقة نعم هو في دومينو سيؤثر كثيرا وهذا ليس فقط حتى في اختيار الأحساب ولكن حتى في اختيار المترش أعتقد أن دومينو سيكون له دور هو في الجزائر فأعتقد أن هناك سيكون ربما فيه فيه كثيرون من يروج للحصان الأسود لمن نعرف ما يكون هو تحدث مفاجأة بالنسبة جميع الحظوظ متساوية أعتقد سيد نعذر عن المقاطع هل ترى أنه ربما النسب يعني في الانتخابات ستكون الهيئة الناخبة من خلالها متشتتة يعني هو مرتبط بشيء واحد هي راح تكون حسب قوة التصويت أستاذ رياض نعم حسب قوة التصويت هي التي ستصنع ممكن تصنع حتى المفاجأة نعم لأن الآن يقول لك لأنك لو بدون لاحظه لو كان دون قراءة حلية لكل ناخب وفيه من الأساتذة لعمل دراسة على هذه القضية راح نصيبوا أن كل الآن على الأقل سبعة أو ثمانية للمتوجدين اللي راح قدموا هما تقريبا هما عندهم نسبة خمسين بالمئة لكل واحد في في نسبة الوصول إلى المرادية ولماذا لأن لو يكون عندنا وقت راح أسترسل في الحديث على لماذا كل واحد عنده خمسين بالمئة لأخذ فقط مثال مثلا نشوف بالنسبة لعبد المجيد تبون مثلا أنه كان رئيس حكومة وكان في فترة معينة ولكن في فترة أخرى أنه كان في نظام ودفليقة وبالتالي بالشارع بالنسبة لأيضا بالنسبة لبنفليس أيضا نشوف بن جرينا أيضا نشوف أن فارس مصدور وبالتالي عنده قاعدة شعبية وبالتالي هذا قاعدة شعبية نعم نحن نشوف سيمة بخلي أيضا عنده قاعدة شعبية وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقول لك من هو راحيكو رئيس وبالتالي فممكن أنا أشعر بأن الانتخابات القادمة ستكون فيها مفاجأة فيها مفاجأة طبعا أتمنى أن الأمور تكون ديمقراطية على قدر عالي من الشفافية لخير هذه الأمة ولهذا البلد طبعا الأستاذ أسامة أبو شماخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيمسيل شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات وطبعا كالعادة يعني متألق شكرا لك أستاذ